الأمر الثاني اللي حدث في الصليب حدث عملية تبني تبني الله تبنى الناس الذين آمنوا به يقول كده هو في رسالة أفاسوس عصحة 2 وعدد 12 و13 يقول وأنتم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد يتكلم عن البعيدين عن الله نعم لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح دم المسيح يعني في الصليب فخليني كده أحط من خلال هذه الآية كانت صفات البشر قبل موت المسيح على الصليب كانت إيه نقول عنهم أن هم كانوا بدون مسيح غرباء بدون رجاء بلا إله في العالم بعيدين لكن بدم المسيح الذي سفك على الصليب صرنا قاربين لله بدم المسيح يقول كده بمنتهى الوضوح هذا الأمر حدث في الصليب في رسالة غلطية أصحح أربعة وعدد أربعة وخمسة الآيتين الشهيرتين ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فهنا الله دخل في علاقة ليست علاقة واحد يعبد الله لكن علاقة علاقة أبوه يعني أقدر أقول له يا بابا زي ما الترنيمة بتقول أقدر أقول له يا بابا وأقدر أقول له حبيبي بينقلني من موجودي كعبد نصرخ يا أبا الآب يعني صار إلنا الدخول وفعلا الشرعية كأولاد الله بالتبني تمام أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله المؤمنين باسمه فهنا يقول كده هو المسيح وأما أنتم فمت صليتوا فقولوا أبانا أبانا على فكرة عزيزي المشاهد تستطيع أن تتمتع بهذه البنوة الحقيقية عندما تأتي للمسيح وتقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك تنتقل من العبودية إلى البنوية الله ينقلك بنعمته فتصير لك علاقة بالله الأب الحقيقي